السلام عليكم متابعين الكرام كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة لايك للفيديو وشهير لمشاركته مع غيركم إذن في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا لإزالة شعر العنى بكل سهولة وحتى في مناطق أخرى كالإبطاين وغيرها إذن كما تعرفون شعر العنى كباقي شعر المناطق الحساسة يحتاج لأن يزال من وقت لآخر حفاظا على النظافة الشخصية إذن أقدم لكم في هذا الفيديو طريقة سهلة ستمكنكم من إزالته دون حدود إلتهابات أو إحمرار وحتى تورم إذن سنحتاج فيها الملعقة من النشاء يعني نشاء الدراء وأيضا سنحتاج لجل الألوفيرا فقط إذن سنعمل ما يشبه بديل جل الحلاقة إذن لدي هنا ملعقة من النشاء كما ذكرت ثم سأقوم بإضافة كمية من جل الألوفيرا سأضيف مقدار ملعقتين من الجل إذن الملعقة الثانية ثم سأخلط الكل جيدا حتى نحصل على ما يشبه الكريم إذن هذا سيساعدنا في إزالة الشعر دون أن نؤدي البشرة إذن لاحظوا كيف أصبح أصبح مثل الجل كما تعرفون جل الحلاقة يكون يعني غني جدا بالمواد الكيموية المضرة بالبشرة إذن هذا يعتبر كبديل عن جل الحلاقة سيناعمل البشرة وسيساعدنا في إزالة الشعر دون مشاكل وسيترك البشرة ناعمة جدا جدا إذن لاحظوا كيف أصبح كالجل تماما إذن بعد حصول على هذا الجل إن شئنا النقول أو هذا الكريم نقوم بعمل تقشير أولا للمنطقة حتى نزيل الخلايا الميتة المتراكمة عليها وبعد ذلك نقوم بغسلها بماء دافئ ونجففها جيدا طبعا عندما نقوم بالتقشير وغسلها بالماء الدافئ هذا يسهل عملية إزالة الشعر ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم على المنطقة التي نريد طبعا إزالة الشعر منها وهي المنطقة الحساسة أو أي مناطق أخرى تريدون إزالة الشعر منها بحيث يصنع هذا الكريم الطبقة متساوية ثم نأخذ أداة الحلقة يعني تكون جديدة وبأكثر من شفرة يفضل ذلك حتى تزيل الشعر بكفاءة أكثر ونقوم بإزالة الشعر في اتجاه نموه لتفادي ظهور الشعر الغارز كما تعرفون قد تنمو الشعر وتدخل في الجلد بهذه الطريقة لن ينمو شعر غارز ولكن شريطة أن نقوم بإزالة الشعر في اتجاه نموه وعند الانتهاء طبعا نقوم بشطف المنطقة بالماء الدافئ وطبعا نقوم بتجفيفها جيدا بوسطة من شفا ناعمة حتى لا يتهيج الجلد ثم نرطب المنطقة إن شئنا بأي كريم يكون عديم الرائحة لطبعا حتى نجدد الجلد ونمنحه النعومة ويفضل في ذلك جلد الألوفيرا أو أي زيت الطبيعي زيت الزيتون زيت جوز الحند زيت اللوز زيت جنين القمح يعني جميع السيوط الطبيعية ستكون جيدة لترطيب المنطقة الحساسة ويمكنكم يعني الاكتفاء بوضع جل الألوفيرا بهذه الطريقة ستتمكنون من إزالة الشعر بكل سهولة ولن تصابوا بأي حكة أو تورموا حتى تهيج إذن أتمنى أن أكون قد أفتكم بهذا الكريم الخاص بإزالة الشعر لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوكم أيضا وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون البزيط من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الإنستغرام شكرا على انضمانكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة